لم أخذ فيلم الأطفال وأخذ منك وقت وشوية كنت خايف ده دخلت عمله ولا أم عملوش خايف الناس تحكم عليك طول ده مخرج الأطفال الفيلم ده أبطاله أطفال ويعني نجح بشكل كبير جدا كنت متوقع النجاح ده لا طبعا خالص أنا أفاكر قبل ما أخش في التصوير الفيلم بيوم كلمت صديق ليا وقلت لنا أفاكر مرحش تصوير بكرة وحرام إن المنتج يصرف فلوس ويخسرها ومين هيشوف فيلم بطل وأطفال وبحكي فيه قصة شخصية قوي عني وكذا فقال لي لأ هو حعمله وإذا ما أنت بتحب الفيلم أعمله كده والناس دي مؤمنة بالفيلم فوقت تصوير الفيلم وإحنا بنعمله وأنا أحس إن أنا يعني فيه مخاوف طول الوقت إن الفيلم ده مش تشاف وإن أنا بضيع عمري وبضيع اسمي حتى كمخرج لما الفيلم ما يجابش فلوس خالص وسبحان الله لما نزل جاب فلوس أكتر بكتير وقتها من أفلام عمرك ما سألت ليه جاب الفلوس دي فيه تفسيرات كتير بس مبتيبيش عارف أني فيها الحقيقي هل لأن الفيلم حبول أطفال جداً والأسر هل لأن الكوميديا فيه كات جديدة هل لأنه الناس شافت فيه جزء حقيقي ما بيتقلش كتير في الأفلام التانية ولهذا السبب على فكرة بالذات الجزء الحقيقي ده الفيلم ده ترفض في الرقابة خمس سنين يعني حتى خمس سين قدمت تأخر كتير سبع مرات بأسامي مختلفة السيناريو ويترفض 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 لأنه هو دايماً فيه خوف من إن إحنا نقول حاجة ممكن تبقى حقيقية وتزعل حد فالفيلم خد وقت كتير جداً لحد ما شاف النور ولما شاف النور ما زعلش أي حد الحمد لله بسأولك تفسيري أنا وقتها ليه هو العيلة المصرية يعني الأسرة العادية اللي هي فكرة الأسرة دايماً طول الوقت بتدور على فيلم تروح به تاخد ولادها وتروح في العالم كله خصوصاً الأم طبعاً احترام للأب بأكفل ولكن الأم دايماً بتبقى تقول الفيلم ده ممكن الولاد يشوفه أو ممكن نروح له فممكن ده جزء اللي هي الأب والأم بيختاروا أحياناً اللي يسعد ولادهم وإحنا كعيلة مصرية بنحب قوي سعادة ولادنا أحياناً أكتر مننا فده جزء من النجاح يعني هما العيلة راحت طبعاً الشك العائلي دايماً دايماً بيبقى حاجة جزابة للأفلام وحتى بره الفيلم العائلي الملائم للأسرة بيبقى فرصه في النجاح التجاري أعلى بكتير من الأفلام العادي ترجمة نانسي قنقر